نعم. طيب مولانا سعد بروح اخلص مصلحة او امر في اي جهة يعني وفوجه ان الموظف او المسئول اللي هيخلص لي الخدمة بتاعتي بيطلب مني رشوة او بيقولها لي بقى بالطرق المتوارية اللي هو راضيني شربيني شاي الحاجات دي وبعدين هتعنت جدا والامر ده هيقف وهخسر كتير لو انا مار سمحتش كلامه لانه حتى لو منصبه صغير يقدر يقزيني فانا ببقى فحيرة بقى اعمل ايه وبعلايا وزر لو انا دفعت الرشوة ولا اخرى المصلحة ولا تبوص خالص في سبيل ان انا ماخدش الوزر ده لا هو الرشوة حرام لكن اللي انت بتذكريه ده تعرض له فقهاء المسلمين وقالوا حتى لو حصل نوع اضطرار لهذا الدفع فهو عليه سحت وحرام وانت اللي عليك زي مكروه بالرغم انما حرم اعطاؤه حرم حرم اخذه يعني كان ينبغي انه هو يبقى عليه حرام وعليك انت كمان حرام انما لما يكون حقق زي رخصة زي ترخيص زي كذا الى اخره فده ما بيبقاش اكل مال الغير بيه فما بيعدهوش اسمه رشوة برضو بس هو حرام اسمه سحت فمن هنا تنحل هذه القضية